بعد أيام من الغموض قررت الإدارة الأمريكية الإجابة على بعض الأسئلة المتكررة والمتعلقة بالأجسام المجهولة التي تم أسقاطها في عطلة نهاية الأسبوع الإجابات لم تكن شافية مع الاعتراف أن الكثير من المعلومات لازلت مجهولة فعملية انتشال الحطام لم تتم حتى اللحظة كارين جون بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض شددت أنا أؤكد أن لا وجود لطبيعة فضائية أو مخلوقات فضائية متورطة بموضوع هذه الأجسام دعوني أكرر أن لا صلى بالكائنات الفضائية على الإطلاق أما جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي فاختار توجيه الاتهامات إلى إدارة الرئيس ترامب في محاولة لتحييد النظر عن التطورات لا زلنا لا نعلم الكثير عن هذه الأجسام ولكن ما أود الإشارة إليه فهو أن عددا من هذه الأجسام مر فوق بلادنا والإدارة السابقة لم ترصدها نحن فعنا ذلك رصدناها وأسقطناها الجيش الأمريكي أسقط ثلاثة أجسام مجهولة في المجال الجوي لأمريكا الشمالية في غضون ثلاثة أيام الجسم الأول أعلن عن إسقاطه يوم الجمعة في ألاسكا ما نعرفه عنه حجمه أصغر من البالون الصيني الأول وهو بحجم سيارة صغيرة وغير مأهول بالإضافة طبعا إلى الجسم الثاني الذي أسقط في كندا له شكل أسطواني وأسقطته طائرة F-22 أمريكية في الأراضي الكندية لنصل إلى الجسم الذي أسقط يوم الأحد في ولاية ميشيغن الأمريكية وأدى لإغلاق المجال الجوي فوق بحيرة هورون وهو الأغرب من بين الأجسام السابقة فهو هيكل مثمن الأضلع له خطوط متدلية ولا توجد حمول يمكن تمييزها ولا مؤشر على امتلاكه قدرات للمراقبة على الرغم من عدم استبعاد ذلك وتم أسقاطه من طائرة F-16 أمريكية الغموض يؤجج نظريات المؤامرة بشكل كبير فموضوع الأجسام المجهولة ورط ثلاثة حكومات حتى اللحظة بالإضافة إلى أغلاق المجال الجوي لأربع ولايات أمريكية على مدى عدة أيام واليوم الصين تتحدث عن رصدها لجسم مجهول فوق منطقة البحر الأصفر الذي اعتبرته واحدا من عشرات البالونات الأمريكية التي رصدتها منذ 2022 من غير المرجح أن هذا صحيح لو رصدت السين سابقا هذه الأجسام لكانت أسقطتها وعرضتها واستخدمت كل القنوات الدبلوماسية لتقدم شكوى ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ لحظة اكتشافها تبقى تداعيات رصد هذه الأجسام مرتبطة بالحطام الذي تحاول السلطات الأمريكية الحصول عليه فحتى اللحظة عملية الانتشال تواجه معويقات كثيرة مثل التقسي والمساحات الجغرافية الواسعة بالإضافة إلى الدمار الذي يمكن أن يكون لحقها جراء قصفها بالصواريخ ريتا سليمان الحدث واشنطن